تغييرات وزارية يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنفيذها بعد موجة ضغوط شعبية وسياسية وقد تشمل تلك التغييرات حتى الآن خمسة وزراء يؤشر عليهم ضعفاً في أداء مهمهم خاصة الوزرات الخدمية وهي خطوة اختلفت الآراء بشأنها حتى وصفها البعض بالمستحيلة وغير المجدية لا سيام مع قرب موعد إجراء الانتخابة المبكرة ورغم أن البعض لا يجد جدوى واضحة في إجراء التغييرات الوزارية ألا أنها قد تكون محاولة لإرضاء الشارع الملتهب وغير المقتنع بأداء عدد من الوزارات خاصة في الوزارات الخدمية وذلك قبيل موعد إجراء الانتخابات المقبلة ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة صراعات بين الأحزاب السياسية لكي تصل إلى مستوى التسقيط السياسي خصوصاً بين الزعامات الساعية إلى تجديد بطاقة مرورها في البرلمان المقبل أما بالنسبة للأحزاب السنية فإنها تعلم بأن موضوع الولاء لطهران أصبح واحداً من البطاقات الخضراء للتنافس في الحملة الانتخابية الحالية حيث أن البعض منهم وافق على ذلك منذ انتخابات عام 2018 كما إن ملف مزدوجي الولاء بين طهران ودول الخليج سيتضخم وسيأخذ طابعاً جديداً داخل المحافظات العربية السنية تحت عنوين كالحجد العشائري الموالي لطهران وغيرها من الفعاليات